موسيقى مساكم الله بالخير وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الدوري مع وليد على SBC وإذاعة جدة FM اليوم الديربي ديربي جدة جدد مقولة من سنوات وأن الديربي هذا لم يبقى منه إلا التاريخ فوارق الفنية بين الأهل الاتحاد واضحة جدا له مباراة وله مبارتين وله موسم ولا موسمين هذا الثامن موسم الاتحاد ما يقدر يفوز على الأهل في ديربي جدة وهذا تأكيد على علو كعب النادي الأهلي وتحول الديربي من ديربي جدة أصبح اسمه ديربي الأهلي يعني مش مرة يمكن هارد لك ومرة مبروك لا على طول ما شاء الله تبارك الله الأهلي ثمان موسم وهي مبروك 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 حتى اليوم مباراة الديربي اللي جمعت الأهلي مع الاتحاد وفاز فيها النادي الأهلي 2-1 الجمهور الاتحاد غاب عن المباراة اللي حضروا أغلبيتهم أهلاوية قريبة 30 ألف متفرج يعني حتى على المستوى الجماهيري الديربي كان ديربي الأهلي الأهلي بالرغم من الظروف اللي مرت عليه خلال العامين الماضيين لكن استطاع النادي أن يتماسك إلى حد ما ويبقى في دائرة المنافسة صحيح كان في البداية يبتدي نافس بعد كذا يخرج من المنافسة لكن الرقم موجود النادي موجود كرقم داخل المنافسة لكن على الجانب الآخر نادي الاتحاد قصة جميلة لكنها قديمة حالة الغضب الكبيرة اللي موجودة عن جمهور الاتحاد اليوم ما لومهم الله ما لومهم اتحاد قصة جميلة اسم كبير لكن الاسم هذا أصبح يتحدث جمهوره بالماضي كانوا كنا وكنا وكانوا كانوا كنا وكل ما تيجي موسم يجي من يمنحهم الحلم والأمل بعودة الاتحاد لكن الاتحاد اتحاد من 2009-2010 خرج من المنافسة صحيح كان يجي ببطولات ياخذ ببطولة كاس لكن الاتحادين لا يمكن يعترفون بعودة الاتحاد إلا في حالة واحدة إذا استطاع أن يعود منافسا على بطولة الدوري السعودي وهي البطولة الرئيسية والكبرى داخل إطار المسابقات الوطنية على اعتبار للمدة المنافسة وعدد الفرق المشاركة ووجاولات رايحة وجاولات راجعة الدوري دايما هو المعيار تخيل الاتحاد السنة الماضية كان عايه هبوط وشكله السنة هذه على اللي احنا شايفينا يمكن يروح لهذه المنطقة مجرد وجود الاتحاد في منطقة تهديد الهبوط لموسمين متتاليين يثبت أن القصة انتهت جدة كذا أهلي وبحر نبدأ الحلقة مع العنام الأهلي يكسب زي العادة ثمان سنوات ودير بي جدة ريتويت الاتحاد انهار فنيا ومعنويا وجماهيريا ويقترب من الهبوط عودة الدوري إلى ملعب الملز وهيئة الرياضة تكمل التجديدات الاتفاق يخطف من الفيحاء نقطة تعادن بطعم الفوز بالمجمع حياكم الله من جديد الدوري مع وليد على اس بي سي وإذاعة جدة ضيوف اليوم موسى المحياني ومعنى الخبير والمستشار التحكيمي كابتن محمد فودة عبر الأقمار الصناعية من الرياض الزميل العزيز عادل التواجري وأيضا معنا عبر الأقمار الصناعية من الدمام محمد الشيخ وآخرا وليس آخرا حامد البلوي معناه هنا من جدة كيف سينتهي دير بي جدة بين الأهل والاتحاد نتيجة استفتاءنا أمس النتائج على نحو التالي اللي يظهر أمامكم الآن على الشاشة كم النتائج؟ عندنا الفوز الأهلي 40% من المصوتين توقعوا فوز الأهلي 35% كانوا متوقعين فوز الاتحاد 15% كانوا يتوقعونها تعادل و10% 10% يقولون صعب التوقع يعني حوالي 40 ألف مصوت اللي شاركوا في هذا الاستفتاء استفتاءنا الجديد اليوم يقول انتبهوا للسؤال الجديد يقول مين مزع لك اليوم؟ مين أكثر واحد مزع لك اليوم؟ اختار واحد من ثلاثة مدرب الهلال؟ ولا إدارة الاتحاد؟ ولا مدرب الاتفاق؟ مين مزع لك اليوم أكثر؟ مدرب الهلال هذا الخيار رقم واحد إدارة الاتحاد هذا رقم اثنين مدرب الاتفاق رقم ثلاثة يلا تشاركونا في التصويت على سؤال حلقتنا اليوم على حساب البرنامج في تويتر واللي يظهر أمامكم الآن على الشاشة هذا طبعا حساب البرنامج على تويتر دوري وليد وممكن تشاركونا معنا أيضا في فقرة نقطة نظام ترسلون مقاطعكم المرئية وتطرحون آراءكم وتعليقاتكم على كل نتائج المباريات اللي كانت اليوم وهذا رقم الواتساب أمامكم 057-011-0011 واحد وأيضا الرقم الدولي من خارج المملكة العربية السعودية وممكن تشاركونا معنا في هاشتاغ البرنامج على تويتر واللي يسمعونا على الإذاعة إذاعة جدة نقول لهم الدوري أندرسكور مع أندرسكور وليد نتائج مباريات اليوم في بداية الجولة بداية الجولة التاسعة من دوري الأمير محمد بن سلمان الفيحاء والاتفاق واحد واحد الأهل يفاز على الاتحاد اثنين واحد والفتح اليوم حقق نتيجة عريضة بتعادلة مع الهلال متصدر الدوري بثلاثة أهداف لكل منهما يعني كان الفتح أقرب للفوز في بعض لحظات هذه المباراة الترتيب الهلال في الصدارة برصيد عشرين نقطة في المركز الثاني النادي الأهلي بعد فوزه اليوم على الاتحاد بسبعة عشر نقطة الشباب الثالث بخمسة عشر نقطة الوحدة الرابع بخمسة عشر نقطة واضح من الترتيب الآن بعد تعثر الهلال اليوم مع الفتح الأهلي عنده فرصة ينافس الشباب عنده فرصة مهمة بكرة عنده مباراة أو بعد بكرة لو فاز فيها راح يقدر لاحظة ثواني خلنا نطلع بس نتيجة مباريات بكرة بعد بكرة عندنا التعاون مع الشباب الشباب لو فاز فيها راح يكون عنده ثمنتعشر نقطة ينافس الهلال على العشرين نقطة في الأول عندنا الوحدة أيضاً لبكرة عندهم مباراة مع الرائد لو فاز فيها يصير عنده ثمنتعشر نقطة يصير الفارق بينه وبين المتصدر نقطتين إذن الدوري لسه فيه كلام كبير وكثير النصر الخامس باربعتعشر نقطة أيضاً لو فاز يصير عنده سبعتعشر نقطة ولسه عنده مباراة مؤجلة يعني النصر الآن بهذا الوضع لو فاز في المباراتين اللي عنده يجيب ست نقاط يلعب مع الهلال كتفاً بكتف على صدارة الدوري وترجع أغنية متصدر لا تقرب لي الفيصلي السادس أيضاً عنده نفس الخيارات الحزم السابع أبهى الثامن الاتفاق التاسع التعاون العاشر الفيحاء الحادي عشر الاتحاد الثاني عشر بتسع نقاط وبينه وبين المهددين بالهبوط خمس نقاط والرائد الثالث عشر العدالة الرابع عشر الفتح الخامس عشر ضمك السادس عشر ولو شبنا أنا بغيت نتائج الجولة التاسعة ترى ممكن الاتحاد ينزل على الثاني عشر برضه ممكن يدخل فيه منطقة الخطر مباراة اليوم ديربي جدة طبعاً مباراة بكرة الجمعة ديربي غداً ديربي جدة اليوم كانت نتائج مهمة فوز الأهلي وتجديد انتصاره على الاتحاد عطى الديربي بصمة هذا الديربي لعبتك مش يفوده لعبتك أهلي كرة تسبب تجاهي جيانيني يصل جيانيني يمري عن يمين هذه كرة الله الله في اللقطة الماضية اللمسة اللي كانت من جانبي جيانيني التحرك وينك عصيري حطها في شباك النادي كثيرة أثرت بطبيعة الحال على الفريق كرة تصل لسعي داخل مطق سجازاته وكرة هدف العادة لجانب السعادة عمار يا عيني عمار الله بعد تبنيراتي صارت في ظهر المدافعين عدى المولد برب عمار هل يستغل السيطرة الاتحاد ويدرك هدف أول كرة عرضية كوساب الرأس خطيرة وكرة وهدف اتحاد يا سياد بالتجاهي زياد الصحفي شوف مرة أخرى هذه العرضية اللي كانت من جانب المالكي داكوسا المدافع الأول زياد المهاجم الثاني زياد هو المهاجم في هذه اللقطة بضربة راسية رائعة مستغلاً خروج العويس بالخطيرة احصائيات الديربي اليوم بين الاهلي والاتحاد طبعا فاز الاهلي على الاتحاد بهدفين مقابل هدف واحد ثمانية وربعين بالمية فاصلة ثمانية كانت استحواذ النادي الاهلي واحد وخمسين بالمية فاصلة ثلين كانت استحواذ الاتحاد الاتحاد كان الأكثر استحواذ لكن نتيجة ما تقول كذا التسديدات على المرمى مرتين للأهلي تسع مرات للاتحاد ولا في فايدة برضو ما استفاد الاتحاد من التسديدات الركنيات أربع للأهلي ستة للاتحاد برضو ما في فايدة التمريرات أربعمية وأربع عشر تمريرة للأهلي مقابل أربعمية وأربع وعشرين تمريرة للاتحاد وبرضو لم تؤثر في النتيجة العرضيات أحد عشر للأهلي مقابل خمسة وعشرين للاتحاد ولم تؤثر في النتيجة التسليدات من خارج منطقة الجزاء خمسة للأهلي وخمسة للاتحاد أما التسليدات من داخل منطقة الجزاء سبع مرات للأهلي جاء فيها قولين 11 مرة للاتحاد ما جاء فيها قولين ما جاء فيها إلا قول واحد لما نسوي مقارنات بين ديجنانت ديجانيني ورمارينهو نشوف القوائم اللي بينهم طبعا ما سجلوا أهداف التسليدات على المرمى بس رمارينهو مرة صناعة الأهداف ديجانيني مرة ورمارينهو لا والتسلل ما فيه عند ديجانيني ورمارينهو عنده تسلل واحد هذه أمامنا الإحصائيات الخاصة باللاعبين أما إحصائيات الحراس اللي هي محمد العويس وفواز القرني فطبعا فواز القرني تلقى هدفين والعويس تلقى هدف واحد استصديات العويس ثمان مرات تصدى للكرة فواز القرني ولا مرة والتقاط مرة محمد العويس ولا مرة فواز القرني لكمات لكمات الكرة طبعا ولا مرة للعويس ولا مرة لفواز القرني هذه إحصائيات مباراة الديربي لجماعة اليوم لالي والاتحاد وانتهت فواز النادي الأهلي زي العادة في ديربي جدة بهدفين مقابل هدف واحد صوت الجمهور مع نقطة نظام خلنا نتابع يسعد مساك أخويا بوبودر مع ليش معك محمد بعوضان من أمريكا طالب أرسلك مقطع على الرقم اللي أرسلته حق نقطة نظام لكن ما وصل أكتر من مرة أرسل الله يرحم لي والديك الله يرحم لي والديك أرسلت لك مقطع فضلا لا أمرا فضلا لا أمرا إذا قدرت تنزلوا ما حسوا فينا قسما بالله إحنا في أمريكا إحنا في أمريكا 14 طالب 14 طالب عندنا اختبارات اليوم 100 تيرم والله كنسرنا عشان نتفرج مباراة الاتحاد ما هم محسين فينا والله قهر نبقى نبكي الله يرحم لي والديك وصل لهم الطلب وصل لهم الطلب خليهم يحسوا ولا أنهم بيحسوا حتى ما علاش ما حسنا بفوزة الأهلي مرة ما حسنا بطعم فوزة الأهلي كله من أقرص وتغيراته طلع ظهير ألعب ظهير ألعب ظهير ألعب لاي نجم الشرط الأول ألعب المؤشر فتاة المحور عندك المقاهوي عندك نوح الموسى أنا ما أدري الجالي ستسوي فأنا أتمنى إدارة أهلي تنحق عليه أهلي المبروك للنادي الأهلي حظنا في النادي الاتحاد وزيد الصبر عندك ساكم الله بالنور السرور وخسارة رابعة للتوالي ونزيف نقاط مستمر والعقدازات مستمرة إلى متى هذا حالنا سؤال أتمنى من إدارة نادي الاتحاد ترد علي والله تعبنا والله تعبنا والله تعبنا إذا أنتم منتم قدرين هذا النادي العريق وهذه الجماهير العريقة أترك المجال لديكم والله تعبنا لاعبين بلا هوية وبلا روح والقيمة الفنية في اللاعب الأجنبي في الاتحاد هي الأسوأ من بين الأندية في الدور السعودي إلى متى هذا حالنا والله تعبنا أحمد بام عوضة طبعاً داري النادي الأهلي تقطق علي يقول لي هاي ثامن موسم إي يا أحمد إحنا قايل لي ثامن موسم للأهلي اليوم على الاتحاد عنا ما أنكرنا لا نستطيع أن ننكر وعمولاً بالنسبة للمشاهدين يعني أنا معلوم مشاهدين يحبون الكورة وعاشقين لها بس يسعد جوك يعني خليك مع باجة ما هي الرائع حق الفقرة يسعد جوك مع باجة خلنا نسمع أيضاً نقطة نظام ونسمع صوت الجمهور مرة ثانية السلام عليكم يا أوليزي فراج من قلب ملعب الجوهرة وبروك لكل أهلاوي وهارد لكل اتحاد عبنا بس لو تسأل موسى المحياني سؤال واحد ويش سبب تراجع أداء النادي الأهلي في الشوط الثاني يعني أداء الأهلي في الشوط الثاني في الحضيط ما تدري هو سبب الياجي ولا تكتيكي ولا اشي اللي حصل احنا ما ندريوه لكن الحمد لله عادت على خير وبروك لكل أهلاوي ايش نقول بس ايش نقول يا وليد الاتحاد سانوغو طلعو ردرياجز لعب سريع طلعو تجيب مكانه خيمانيت لعب دقيقة 18 خلاص مقادر فيتشو اليوم الدقيقة 18 مقادر في النوافة منتهي يا أخي غير يا أخي النادي أكبر منهم عندي فرضية بسيطة جدا شلون أنت تطبخ وتحط كل المقادير بس ما تحط ملح تسوح طبخة أكيد لا طيب شلون أنت لعب اللي تلعب خمس مهاجبين بدون صالة لعب تمنى تكون فيه إيجابة مقنعة يعني مساء الخير عندي سؤال للأخ محمد الشيخ يقولون أنه إعلامي محايد قلت أسأله السؤال هذا من هو كبير الرياض ومن هو كبير جد طلع اليومين هذي كلام كبير رياض كبير رياض كبير جد ومدر بيش فسؤال الله يقولون بحكم أنه إعلامي محايد تمنى يجاوب شكرا حياكم الله من جديد رحب فيكم موسى محياني رحب فيكم وبدر ومسي عليك وعلى الزملاء وعلى السادة المشاهدين ومسلمين ليش خسر الاتحاد ولماذا فاز الأهلي وسبب سؤال المشاهد يقول لك ليش تراجع الأهلي في الشضاء الثاني أول شيء بجاوب على السؤال المشاهد أعتقد أن التراجع كان فيه تراخي من لاعب الأهلي في الشضاء الثاني وكان فيه نزول بدني حاد واضح كان في لعبي الفريق وتخرر حالات الشدة العضلي يمكن أربع مرات أو أربع لاعبين حصل لهم مفيد عضلي هذا الشيء اللي إن شاء الله في الفترة القادمة سيشتغل عليه الجهاز الفني بالتأكيد الآن ما أمون فترة ومساحة بعد الفوز هذا سيأخذون مساحة تسمح لهم بالعمل وإن شاء الله أنهم يعدلون هذا الشيء لكن كان واضح كلامه صحيح أن الأهلي تراجع على الشوطة الثانية أنا واضح لي نتيجة المباراة على وجهك أي لذلك الأهلي كان أفضل الشوطة الأول لكن الاتحاد كان أفضل الشوطة الثانية خصوصاً الوقت اللي نزل فيه عبداليجز البيشي إلى تغيير المالكي كان الاتحاد أفضل والأكثر وصولاً يعني بعد خروج المالكي يمكن قلب وصول الاتحاد بشكل واضح لكن الاتحاد كان الأفضل في ذيك الفترة تحديداً كان الأفضل والأخطر صراحة وحدد مرمى أهلي كثير ويمكن حصية المباراة توضح لك أن محمد العويس صد لثمانية كرات بينما فواز القرني ما تصد لكرة هذه ممكن تحسبها عيب وممكن تحسبها ميزة لأهلاوين أنهم وصلوا مرتين للمرمى وكلها كانت أحداث هذه نجاعة مهمة صراحة طيب العبدالي عليهم من كرام هل بدأ الاتحاد إذن تشكيله سليمة في بداية المباراة وجهة نظري ما توفق ما توفق ما توفق أول شي فتشو تكلمنا عليه كثير الاتحاد يلعب ناقص مع هذا اللاعب ما كان عنده أي إضافة ما كان عنده أي زيادة ما عنده أي ابتكار في وسط الملعب اللعب السهل حتى طلبوا للكرة ما يختار المنطقة الصحيحة دائما يعني لما تكون أنت مهاجم وتطلع بالكرة المفروض أنك توسع قد ما تقدر عن زميلك هو دائما يقرب من زميله ما يعمل كانت أبداً محترم وهذه ثاني مرة يعملها أول مرة أنا ممكن أقبلها من أي لاعب لكن ثاني مرة هذا معناته في عدم احترام للنادي فلذلك اللاعب كان صراحة عنصر سلبي على جميع الأصعد للفريق أرجع للأهل وشي أين الخطأ في تشكيل هذه مين المفروض أن يكون موجود العبدالي اعتمد في هذه التشكيل أبو بدور على أنه يكون في صانع لعب اللي هو فتشو فتشو أبداً موسى نلعب ولم يمو اللاعبين الثلثة الهجوم اللي هم رومارين وبروجوفيتش بأي كورة هذا واحد ثنين هذه الطريقة تحتاج لأظهرة فعالة أنت الآن في المباراة التاسعة في الموسم لم يتم صناعة أي هدف من أظهرة الاتحاد ما عدا هدف واحد من سعود الحربي من سعود عبدالحميد الكانيات هي ولا خطة هي أنت حسب الاشتنات تضع الخطة فأنت أظهرة الاتحاد الآن تسع مباريات هدف وحيد من سعود عبدالحميد فلذلك لا تعتمد أن ظهرة الاتحاد ممكن تصنع لك بلليه السبب ليش يلا ظهرهم مثلا ما في عرضيات منهم وما في الصناعة لأنه هو شيء يستعجلون في العرضيات اليوم يستعجلون كثير يعني في عرضيات من وسط المال لا يوجد لعب وسط معهم لا يوجد أطراف أنت لا تلعب أطراف أنت كل لعبك أم أنت لا تلعب أطراف لا أنت أنت طريق أبو موسى يعني عشان تشوف بالاتحاد دائما الموسم الماضي واللي قبله كان كل لعب أطراف أجنحة يلعب أجنحة موظهرة أجنحة يعني لعبك أطراف بس دقيقة عشان أنا أوصل لك أنا ما تمّلت فكرتي خلينا نلقاش بالأسماء عشان الناس لدائما أعرفوا أعشان أكلمك عشان الوضع اللي موجود في الاتحاد اليوم الاستراتيجية حق العبقري البروفيسور سييرا كانت يقولك أنا أغير طريقتي طريقة الاتحاد كلها كمنهجية وهذا السبب وهذا الخلل اللي موجود اليوم الاتحاد اليوم إحنا نشوفه يعني الاتحاد ما من عندك فيه في التحول السريع للاتحاد قدام ما فيه لما لا أعبد الأجيزة فيه أحنا وصلنا يا موسى عشان الكلام أنت وضعت ثلاثة محاول في عمق الملعب أنت وضعت ثلاثة محاول في عمق الملعب يقولك لا صنع ولا ظهير يعني صنع ولا إلا سعود الحاربي لأن طريقة الاتحاد تغيرت يعني طريقة الاتحاد من بداية الموسم كلها متغيرة هذه الطريقة هي الأنسب اسمعني اسمعني حامل هذه الطريقة كل المدربين العالم يعملون هذه الطريقة ليعطاء الحرية للأظهر الهلال عملها مع دياس وضع ثلاثة في عمق الملعب ثلاثة محاور ليعطي الحرية الأكبر للأظهر للوصول ومنها اليوم من المحاور اللي عشان يعطي الحرية من فيه دافع اليوم فيه كريمة الأحمد ياسم دουسمالي سعود عبد الحميد كم لعب يواجه اليوم سعود عبد الحميد كم لعب عنده حامد!!!! إنت طريقة نا أنا اقللك نحن يتكلم على الطريقة شوفا أنا لما تكلم اليوم على ورعة أنا تكلم على الملعب على ارضية الملعب آموسى اليوم أنت شفت الإتحاد إذا لا من عندك لعيب وفعالين حامد إذا ما عندك لعب فعال في العمق أكيد إنت طريقة شوف سعود عبد الحميد يوصل للظهير يوصل للظاهير ما فيها أحد قدام يكمل معه إلا يرجع يرجع لعمق الملعب فيه تشوف فيه أكثر من كوريات يا سعود يقوله نحن متفقين بس انت ديره من طريقة أخرى لا انت تقول يعني الخلل ما هو في الخلل في المنظوم في طريقة اللعب ما هو في العناصر في طريقة اللعب يا أخي انت امكانات العناصر عندك امكانات عناصر انت حين بودوا سأل عن الطريقة هل الطريقة صحيحة ولا أنا وجهت نظري ان الطريقة ما كانت صحيحة ليش لانه ما كانت فعالة مع العنق وما عندك لعيبة فعالين او مبتكرين في العنق هذا واحد اثنين الاظهرة اللي انت معتمد عليها اثبتت انها ما عندها هذه الفعالية اللي انت تطمح لها خلي خليني بس اخذ اخذ تعليقات سريعة بس نطيف وارجع لك موسى عادل التوجري تعليقك على نتيجة المباراة متوقع يا ابو بدر تعبر عن حال الفريقين في مباراة مغرق الغرقان اكثر غروس مع الاهلي لو كانت غير كده كان حيدخل في مشاكل واليوم ما قدم الاهلي ترى مش سوا كبير جدا من اللقطات اللي شفتها بكل صراحة ما تابعت مباراة بحقوقها لا انا اريد انك تعليق على نتيجة المباراة بدون تفاصيلها الداخلية لكن النتيجة غرق الغرقان اكثر ادارة الاتحاد ادخلت الاتحاد في كل هذا الملف الخطير جدا اعتقد الدارة التحادية الان فعلا تعاني بشكل كبير جدا محمد الشيخ بشكل عام ديربي ممل ديربي باهت يمكن اسميه ديربي النوم على مستوى الفريقين الاتحاد لا زال يبحث عن نفسه بينما الاهلي يبحث عن هيبته موجود ولكن فاقد الهيبة الاتحاد غير موجود تماما خليني اروح الفاصل سريع بس نرجع نكمل مع ضيوفنا فاصل وبعد الفاصل ديربي جدة غاب الاتحاديين والاهلاويين ثلاثين الف تقريبا الهلال يبدأ نزيف النقاط ويخرج بالتعادل مع الفتح الله ستر واشتعال الجدل حول إمكانيات رزفان قبل أسبوع من مواجهة أوراوة الأهلي يكسب زي العادة ثمان سنوات وجاء ديربي جدة رتويت الاتحاد انهار فنيا ومعنويا وجماهيريا ويقترب من الهبوط عودة الدوري إلى ملعب الملز وهيئة الرياضة تكمل التجديدات الاتفاق يخطف من الفيحاء نقطة نقطة تعادل بطعم الفوز في المجمع حياكم الله من جديد الدوري مع وليد على الاس بي سي وإذاعة جدة ضيوفي اليوم كابتن محمد فودة الخبير والمستشار التحكيمي للبرنامج عبر القمر الصناعي من رياض عادل التويجري معي هنا في جدة موسى المحياني وعبر القمر الصناعية من الخبر محمد الشيخ وحامد البلوي معي هنا في الاستوديو مين مزع لك اليوم استفتاءنا استفتاء البرنامج حوالي 22 ألف مصوت حتى الآن شاركوا في التصويت على هذا السؤال وقدامكم الإجابة مدرب الهلال مزع للناس أكثر خمسة وستين بالمية وإدارة الاتحاد في المرتبة الثانية بواحد ثلاثين بالمية وأربعة بالمية اختاروا مدرب الاتفاق التصويت مستمر على حساب البرنامج في تويتر واللي يظهر أمامكم الآن على الشاشة موسى المحياني أرجع لك تكمل على مباراة الهلي واتحاد بإختصار ببدولة الهلي كان الأفضل في الشوطة الأول الاتحاد تفوق في الشوطة الثانية الهلي في الشوطة الأول تفوق خصوصاً عن طريق ثلاثة الوسط اللي هما خصوصاً سهريتش وفتاح اليوم قدم ومباراة جداً مهمة خصوصاً في على مستوى خراج الكورة من الخลاء بعمل مستوى تطوير الهجمة سوزة تقدم مستوى جداً ممتاز على مستوى الافتكات لذلك كان وسط بشكل كامل كان وسط متكامل ساعدهم في ذلك سوء وسط الاتحاد خصوصا في مراحل البناء وسط الاتحاد كان جدا يعاني ما كان عنده حتى على مستوى التحولات ما كان عنده سرعات لذلك الاتحاد عانى في هذا النقطة تحديدا أنت ما عندك فرصة للبناء ولا عندك فرصة للتحولات لذلك كانت المباراة أسهل على الهلاويين في شط الأول وشط الثاني لما نزل للبيشي فتح عرض الملعب بشكل أكبر يمكن عانى الهلاويين بعض الشيء الإرهاق بان على الهلاويين إجمال أن بدور المباراة كانت للاهلي مهمة جدا الفوس بعد خسارة الحزن حتى يأخذ المدرب مساحة المدرب جاء على طول على المبارتين متتالية ما لديه فرصة يشتغل الآن إن شاء الله فيه فرصة مناسبة له على الجانب الآخر الاتحاد بإذن الله تعالى أنهم يتوفقون في المدرب لأنه هي النقطة الأهمة الآن للاتحادين كل الكلام عن الإدارة وكل الكلام عن أي شيء في النادي الآن ممكن تضعوا على جنب المدرب أهم شيء إذا توفق الاتحادين في مدرب ممتاز وإعطوا الفرصة الكاملة الاتحاد لا يحتمل تغيير مدرب مرة أخرى يجب أن يكون الاختيار بعناية حتى لو تم التأخير لبضع من الوقت ومرحلة أعلى مثلا أعرف أن الموضوع الآن الجمهور كله والناس كلهم في الاتحاد يطالبون بمدرب أسرع وقت لكن الاختيار أهم من الوقت الآن الاختيار مهم جدا 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 حتى أن الاتحاد يرجع وحتى الاتحاد يملك عناصر أنا ما أقول يملك عناصر أنه ينافس لازم التحادين ينزلون بطموحهم المنافسة الآن أمر صعب لكن يملك عناصر وبدور ما تكون في الترتيب هذا الاتحاد كل مباريات الموسم في الدوري ما خرج ولا مبارا بكلينشيت لازم يبدأ من الخلف يحسن دفاعاته بإذن الله الاتحاد قادر أنه ما يكون في المركز هذا وبإذن الله تعالى أنه يتوفق في المدرب وإمورة ثانية تنحل بإذن الله خلنسمع صوت الجمهور ونقطة نظام ويقول لك إيش باجة تسعي جوك نساء الخير أخوك وبدر أخوك مرزوق علي معاك من الكويت من مشجعين الهلال بالنسبة للمباراة الهلال والفتح اليوم المدرب يعني الشوط الأول يلعب صح الشوط الثاني قد يخبص يعني مفروض لدارة يكلمونه موصب ومعقول اللي قاعد يسويه بالهلال هذا يعني عبدالله عطيف مع احترام له مستوى نازل سلمان الفرج نفس الطريقة حتام بهبري هذا حتام بهبري مشكلة مشكلة قاعد يغلط سالم الدوسري بحركاته إلعب لعبة كترك سالم الدوسري عنك يا أخي ثبحتونا يا هلال مساكم الله بالخير لم تتتشده يعني وقت بدل ضايق خبز دقايق على إيش أبأفهم على إيش خب وقت بدل ضايق خبز دقايق هار لك النموذجي ألف مبروك للهلاليين التعادل الغير مستحق اللي هو بطعم الفوس مساكم الله بالخير مبروك الفتح وحظ أوفر للهلاليين يعني اليوم صراحة المدرب يمكن الكثير يختلف معه ولكن والله أنا أجاد في إشراك البدلاء لا بد أن هالبدلاء يرفع عندهم مستوى الهياقي لا بد يرفع عندهم مستوى رتم المباريات بحيث أنه إذا احتاجهم في النهائي في إصابة أحد الأساسين لا قدر الله ولا هم جاهزين والمستوى عنده مرتفع فبالعكس شغله ممتاز والله يوفقهم إن شاء الله لكاس آسيا وليد دويرج على هاشتفاق الدوري معريد في تويتر يقول بو بدر أعتقد حانا الاعتراف يعني حانا الوقت الاعتراف اعتراف جماهير الاتحاد بقيمة فهد الملد وأنه كان شايل الفريق وبدون ما قدر الاتحاد يروح بعيد حامد البلوي بالله يا بس لك سؤال كده سؤال بس بداية أنت رجال كنت مشرف كرة في عز الاتحاد من غبنت اليوم والله شوفه ببدر الاتحاد يعني اللي يعرف بواطن الأمور في الفريق يعني فريق صراحة يحج في النفس أنا بالنسبة لي لما أقول الاتحاد ما عنده عناصر صراحة يعني أنا كلم اليوم الاتحاد لو ترجع لزمن أو وقت من الوقات ما كان يملك القيمة الفنية للعناصر هذه وكان الاتحاد في وضع أفضل وحصل على مراكز أفضل من اللي موجود في الاتحاد اليوم والاتحاد كبير وعميد الأندية السعودية وهذه تاريخيا ما فيها جدال أساسا يعني مر في حقبة من الزمن كان أمباريات الأهلي بالنسبة له عشان بامعوضة عشان يعرف أنه كان الاتحاد متسيد المشهد في السنوات واربعات وثلاثات والفريق الكبير لا بد أن يمر في مرحلة اليوم نحن كالتحاديين علينا مصارحة أنفسنا إذا إحنا نبغى نجد المشكلة والحل الحل يا أبو بدر عندنا مشكلة إدارية بحتة أولا أنت لما كان عندك مدرب مدرب كبير زي بيلتش كان اليوم نحن نتكلم عنه المشاكل الدفاعية هو كان حرصها الأساسي أنه نظم الفريق دفاعيا كلنا قلنا مدرب جبان والكلام اللي جاء وجابونا أفضل مدرب بلغاتهم أفضل مدرب مرة على تاريخ الاتحاد وهذا اللي قاعدين ندفع ثمنه اللعيب الكويسين مش أنت تتكلم عن مشاكل الفنية ومش شوي كنت تتكلم أنه في مشاكل إدارية ايو أنا أجيك على المشاكل الإدارية هاللي سببت المشاكل الفنية هاللي موجودة عندك أنت إش سويت أبو بدر في بداية الموسم مشيت اللاعب الأفضل إيش قاعد يسوي في الملعب ما هو قاعد يسوي شيء بينما ردريغوز قاعد ينكسر الدنيا في الدور التركي في دور أبطال أوروبا كلنا نتكلم عنه اليوم كمنهجية فهد المولد موقف وفهد لعب كبير والاتحاد يحتاجه وتعودنا على فهد أنه هو اللي كان ممكن لابد كان يجيب لعب طرف ما هو خيمينيس أنت جبت خيمينيس وجبت فتشو وبقيت الفريق على اللعيب اللي موجودين كلنا شايفين عدم جهازية مروان ديكوستا ترى ما هو جاهز يعني أنا أكلمك اليوم لعب في بطولة أفريق جاء ما عديته العداد اللي أنت بغاه نفس الطريقة على المهاجم أنت أهملت عناصر كلها كأنه أنت تلعب فريقين كان الاتحاد كان الأجانب هذولي أنه بس مستنين الفترة الشتوية سييرا كان مستنين الفترة الشتوية ويبغي يغيرهم يبغي يشيلهم دمر الفريق اليوم الاتحاد اللي قاعد يعاني منه أخطاء فنية سابقة العبدالي للأسف للأسف وللأسف ونعيدها وزيدها ألف مرة ما استفاد من الأخطاء الماضية اليوم يا عبدالي أنت تقنعني إمبارات أبهى تطلع المهاجم وتقول عشان اللعبها المدافعين أبهى طوال يعني واليوم تخليه يعني إيش التناقض اللي موجود ما بين إمبارات أبهى وما بين إمبارات اليوم يا أبو بدر إذا الاتحاد يبغي يرجع أولا أول حاجة إنت ينمار تعرف وضعك الصح مستشارينك الناس اللي يشيرون عليك الوضع اللي عندك إنت لازم تعرف الخلل وينه مو نفس الغلط اللي عندك تعيده ثاني مرة شوف ما في بديل لك ما في رئيس جاي ترى الناس لما تطالب تطالب في أخطائك اليوم المدرب لازم تجيب مدرب كفو مو مدرب عن طريق شخص هو يبغى مدرب يجيب عشان يفرض عليه أراءه أو يفرض عليه فكرته يجيب لنا مدرب كل أنا بنصبر عليه ما حدي لما يكون الفريق عنده منهجية واستراتيجية ترى كل الناس يعني اليوم وضع الاتحاد اللي موجود فيه أنا أكلمك خط أخطاء فنية إدارية واللي حاصل عكست على النادي على مردود النادي والله الاتحاد اليوم ترى يعني ما نزل حطيت العناصر الصح تحسن الفريق صار وضع الفريق يعني ما نقول ممتاز ليش ما تبدأ لا نقدر علومه كثير يعني أو ثاني مباراة يعني أكيد أنه لازم يخطي لاني يتعدل يعني يعني أنا أستنى أنت الحين أنا أريد ترى مني فني ولا أحب أتكلم في الورة فنية بس يا موسى أنت تبغى تقنئني اليوم أنا أقول لك أخطأ لحظة تبغى تقنئني لحظة أنه عبدالعزيز البيشي لحظة الفتشو لحظة فتشو أخذ العزيز البيشي فتشو لا يستحق طيب هذا الكلام اللي احنا نتكلم عنه احنا ما قلنا ما نقلنا كيميا أنه مثلا لا سولنا طريقة غير طريقة استراتيجية لعب الاتحاد اليوم يا حامد أنا أبغاه أحط لي العناصر اللي تلعب أنا ما أبغى تجيني تقول لي لا فلان ما ديكوستا نعرف أنه ترى مصاب ومتمرن إلا تمرين واحد فواز القرني مصاب وأخذ ذبر ولعب واليوم فواز غلط وطلع وكان شجاع فواز قال أنا غلط وأتحمل المسؤولية لما قال لها المذيع أنت خذ طيبة قال طالما أنا جيت وجهزت ولعبت في الباب أنا أتحمل المسؤولية أنت وشو سربيلك الفيديو خذ نشوف فواز القرني مع الزميل ناصر القحطان الله رحيم ثاني جاي الحمد لله على كل حال كرت القدم دائما ما تكون توفيق اليوم توفيق ما كان حليفا نضيعنا كده فرصة في الشوط الأول الشوط الثاني وصلنا كنا أفضل لكن الله ما أرد الحمد لله على كل حال يمكننا اليوم بالتحديد يعني فواز القرني ما كان موفق يعني توفيق ما كان حليفا هدف الأول كنت تحملوا 100% بلغتنا هنقول ما كنت رجال اليوم فهذا الشيء أنا أعترف فيه وتحمل المسؤولية لكن زي ما ذكرت كرت القدم دائما ما تكون توفيق الحمد لله على كل حال هذا الشيء ما يحتاج أن نتكلم فيه وهذه الأشياء وهذه الأشياء ممبررات على الخسارة أو الغلط دائما ما تكون في ملعب دائما كنت تحملت مسؤولية لازم تكون قدم مسؤولية هذا الشيء ما ينذكر قدام الإعلامة بدن تحملت مسؤولية اليوم لكن الله ما وفقني الحمد لله على كل حال هذا الشيء من إمكانياتي ما لصلاح المرض ضلل لصلاح التعب الحمد لله على كل حال ما هي الإصابة التي عندك؟ خليها للجهاز الطبي إن شاء الله بكر ريبان كل شيء عساف مصاب فواز مصاب الجمهور إبا يعرف يعني إصابة عساف أوكي طيب الاحتياط برضو زي ما أنت عارف أنا اليوم كان مفروض ما شارك في المباراة وطبعا حسن أن المباراة كانت نوعا ما كبيرة على مش كبيرة يعني أمين حارس منتخب وشارك في كاس العالم أتوقع كان يقدر الشيء يتحمل مسؤولية اليوم لكن ما حسيت أنه مفروض يلعب اليوم كنت جدار أتوقع للغلط أتوقع أنه في المبارايات أخرى ممكن يشارك اليوم كانت مباراة كبيرة جدا جماهيرية فيها ضغط عالي أتوقع أنه تحملت مسؤولية فيها الحمد لله لكل حال إصابة وتحديدا في الظهر الإصابة في الظهر الحمد لله لكل حال إن شاء الله يبعا بكرة بإذن الله تأخذ إبرا في الظهر الإصابة يعني أنت خاطرت بنفسك الحمد لله لكل حال القادم أجمل بإذن الله هذا مو مبرر أبدا زي ما ذكرت دائما تحملت مسؤولية لازم تحمل مسؤولية بمعنى الكلمة اليوم فوز ما كان موفق في الهدف الأول زي ما ذكر ذلك هذا الشيء ما يتدخل أبدا في الإصابة والحمد لله لكل حال أخيرا الاتحاد بدأ يخش مرحلة خطيرة زي بداية الموسم الماضي بدأ ينافس على الهبوض ذكرت بعد المباراة نحن نستجل بداية الدوري قبل المباراة كان الفرق بينه وبين الأهلي ثلاثة قاط 14 وتسع نقاط لو فوز ما كنا بن عادل في النقاط أو فرق نقطة توقع أنه فارق النقاط قريب جدا بين الأندية كلها توقع زي ما شفنا اليوم الفرق كلها عندها تخبطات في المشتويات في الدوري لكن الحمد لله على كل حال يعني أنت زي المتكلم دير باليوم ما في ثوقعات الأهلي جاتوا فرصتين سعناها التسجيل استغلها بكل ما تعنيها كلمة من معنى التحاجاتوا كذا فرصة حامد البلوي تعليقك والله شوف أنا زي ما قلت لك وليش ما لعب ليش إيش اللي يعاني منه قصدي والله ما أنا اللي عرفت أنه عنده صابة يعني في الظهر وأخذ عبار يعني يعني عساف كان مصاب فجازف بنفسه أنه يعني لعب لمصرحة الفريق بالنسبة المفروض يعني الافترض أنه ما كان يكون فيه مخاطرة فيه فيه سؤال اللي كان من الجمهور المشجع اللي هو وليد اللي على هاشتاق الدولية لما قال لك فهد المولد فرق مع الاتحاد فرق طيب أنت المبدرة اليوم أنا لو عندي سبعة جانب مميزين أربعة أكملهم لو يكونوا مكملين الاتحاد هاي ناقص لو سبعة جانب بنت اليوم السعوديين هم اللي يشيلين إيش الأجانب للأسف يعني هذا هذا حال الاتحاد بالنسبة للعبدلي أنا عشان عشان أنا أتكلم كخيارات أنا ما أطلب من العبدلي أنه شغل فني داخل الملعب أنا أختار اللاعب الكويس حطه لنا إحنا ما نقول نحملك فوق طاقتك بس لعيبة أصلاً هذا اللاعب نفسه فيه شوي قبل كذا أنه إذا رحلت للمدرب إذا رحلت أنا سوف إيش كلنا سوف نرحل إحنا فريقك معلق عليها يعني طبيعي إيش بيصير ما هيعطيك طلع في الملعب سوى لنا فيلم بر الملعب كأنه ثاني مرة يسوي وبكرة يا العبدلي هتطلع تبرر لا يا أخي هذا عاقب يا أخي ثاني مبارا الوصل بر رولة وجبوه مصورين أنه محتضينين أو كذا يا أخي ذا غلط والله العاقب وعاقب أنتوا إيش سويت إيش قعد تقدم لي عاقب مين عاقب اللاعب اللي في أي فريق اللي فريق الاتحاد إذن واليوم اللي فاز مين الأهلي فنقول للأهلي إيش مبروك الأهلي يعزفوا لحنة الانتصار وهزيمة الاتحاد مستمرة من 2012 دفاع الهلال وخطط رزفان تهدد صدارة الدوري وربما الأسيوية الفتح يحاصر المتصدر ويتعادل معه بالثلاثة في قمة الأول والخامس عشر الفيصلي يواجه ضمك وأمير عسير يجتمع مع اللاعبين ويطلب الفوز والرائد عينه على الوسط ويقابل الوحدة في مواجهة كل الاحتمالات حياكم الله من جديد الدوري مع وليد على اس بي سي وذاعة جدة اليوم الفتح كاد أن يفجر مفاجأة مدوية في الدوري السعودي بهزيمة المتصدر الله ستر على الهلالين انتهت المباراة ثلاث ثلاثة بس هذه النتيجة قرعت الجرس للهلال قبل أسبوع من مواجهة فريق أوراوة في ذهاب مباراة نهائية لدوري أبطال آسيا أعتقد للهلاليين يمكن بعد مباراة النصر حطوا يدهم على قلوبهم الآن حطوا يدهم على كل شيء تابع في المرة دي مروان وعبد الله والهدف الأول للفتح الهدف الأول للفتح المغربي مروان والفتح سعدان الفتح سعدان بالهدف الأول ومروان سعدان يوحدة من علامة الجزاء ركنها بامتياز رحلها المعيوة يعدي ولكن برابو بعد تغتية من جنوتها خبطت ورجعت لصالح الشهري سدد التعادل التعادل صالح الشهري صالح صمم ياخدها خرج بيها بر المنطقة قال لك مش مشكلة رجعت من جديد خدها واحدة صاروخ كأس خادم الحرمين لكن هي اطلاق حلوة كان هي وحطها حلوة لنواف العابد رجعت لكارلوس افتح كتابك يا تاريخ ادواردو يسجل الهدف الخمسين الهدف الخمسين خمسين لادواردو في دور المحترفين كاريو عدت من العابد ولكن هي انطلاقها من الشمال عرضية حلوة حلوة تفريدي انتعادل قلتلك مسألة وقت قلتلك مسألة وقت الفتح يتعادل مشيل تفريدي قاد المرور وقاد الاختراق وقاد الباصة وقاد ميشيل تفريدي يلعب واحدة عالية لكن الشهراني يرجعها بالخطأ هي لسعيد يسنده والثالث للفتح والثالث للفتح مشيل تفريدي الفتح يقلب الطاول على الهلال يذهب كعب قدمه الى تفريدي اللي يسجل الهدف التالت ثلاثة اثنين ونشوف ونشوف جوميز وكوفال وبافيتنبي يسجل التعادل للهلال الاسد يتعادل للهلال عشان ترجع عشان ترجع المباراة من جديد لم تنتهي بعد لم تنتهي بعد وشيء تعم أبيت حتى والهلال ليس في أبطل حلاق عادل التواجري نتيجة الهلال اليوم هل نقدر نسميها طبعا مع تقديرنا واحترامنا النادي الفتح اللي يقدم اليوم واحدة من أجمل مبارياته وقاعد يتجاوز الأزمة اللي مرت فيه بس نقدر نقول نتيجة الهلال اليوم هي من توابع زلزال الديربي لا ما أعتقد يا ببادر أعتقد أن حالة ثقة غير مبررة تعالي غير مبرر اليوم رزافان تحديدا خبص في شكل فريق بشكل كامل عندك غيابات أكثر من تسعة لاعبين بعضها أوكي للإصابات لكن الجل منها لا ما هو صحيح اللي يتحمل الجزء الأكبر اليوم بكل صراحة هو الجهاز الفني في الهلال بدأ المباراة بتشكيله خاطئة لم يدخل يشوف العلة واضحة قدامه أما في منتصف الميدان أو حتى في خط الدفاع لم انتهى الشوط الأول بأوكي بهدفين بس يعني كان الفريق غير مقنع الشوط الثاني أول 25-30 دقيقة أيضا هي المختفي ما تدخل رزافان التغيير اللي كان من المفترض أنه يتم يعني خلينا يقولك من الدقيقة عشرة ما شفناه إلا الدقيقة ثمانين فبكون صراحة رزافان هو المت يعني في هذه المباراة تحديدة واضح جدا أنه أخفق بشكل كبير في قراءة الأولويات أوكي في بعض المبارايات نتفق أن يكون في تدوير وفي مرة من مرات قلنا يكون التدوير حسب الحاجة بس اليوم لا هذا ما هو تدوير هذا تخبيص أنت لسه عندك مباراة بعد تسعة أيام عشرة أيام ومباراة خطيرة جدا مثل مباراة الفتح أنت أريدي خسران والكل الفرق الآن بدأت تقروا بشكل كبير جدا من الهلال خسران آخر يعني آخر ثلاث مبارايات خسرت في مباراتين تعادلت في مباراة تسجل في المرمى الهلالي تسعة هدف فقط في ثلاث مبارايات في آخر ثلاث مبارايات سجلت ستة هذا خلل كبير جدا خلل كبير جدا لا هنا لابد من الجلوس مع المدرب التفاهم معه محاسبة وسؤاله السؤال لا يعني بكل حال من الأحوال أنك تقصيه لا بالسعال يا كبتل رازفان الفريق الآن فعلا أنت قاعد ترتكف أخطاء مثل ما يقولون بنيوية يعني أتفهم أنه أنت مثلا تغيب واحدة واثنين ولكن واضح جدا أن الفريق اليوم كان مختفي تماما اللي تحمل هذا الجزء الأكبر بكل صراحة هو المدرب نجح عند اللاعبين لا في أكثر من اللاعب على علامة استفهامنا اليوم على الأقل خلينا أقول لك الروح الجدية عند اللاعبين يعني أنت خسران مباراة قبل أربع خمس أيام المفترض الطبيعي جدا يكون في ردة فعل أنسى تخبيص المدرب أنسى يشوى المدرب بس أبغى ردة فعل في الميدان في الملعب بشكل حقيقي أنا على المستوى الشخص بكل صراحة أنا ما شفت الكلام هذا ما حسيت أنه فعلا يعني يريد أن يعود لا حالة ارتياح حالة تراخي تسجل هدف بعدين أوكي جاب التعادل بعدين تسجل هدف الثاني في الشوطة الثانية تحديدا 20-25 دقيقة لا الهلال سلم بيدان كله للفتح يعني لو كان الفتح ضغط من بداية الشيطة الثانية كان مهي أيضا أنه يسجل حارة احتفاظ بالكورة مريرات خاطئة المؤشر الهلالي الكيرب الهلالي الآن بنزول ونزول حاد جدا فيجب تدارك الوضع حتى لا تخسر كل مكتسباتك طيب في نهاية الأمر عندك أخطاء الحلول أعتقد ما هي صعبة جدا إطلاقا ما هي صعبة جدا تبدأ منين باختيار التشكيل الصحيحة هذا مثل A-B-C-D تختار التشكيل الصحيحة ثم تعالج الأخطاء اللي عندك اليوم هو السمراء لكثير من الأخطاء ولكن الحقيقة اليوم اللي شوفنا لا كان فيه عكو روي بسبب تدخلات رازة فان طيب محمد الشيخ يعني اليوم كابتل محمد دعيع الآن غرد يقول غياب سبع لاعبين وتجهيز بعض اللاعبين للمباراة المهمة الأسيوية في رأيي أني أتفق مع المدرب في اختياراته وعدم كشف الهوية الأساسية للفريق أعتبره أمر إيجابي وفي نهاية الأمر يجب علينا جميع أننا نقف كهلالين الوقوف مع الفريق بكل ماتين من قوة في رأيك تتفق مع كابتل محمد دعيع في هذا التفسير لما يحدث اليوم من الهلال أمام الفتح طبعا أتفق مع محمد في جانب وأختلف معاه في جانب آخر أتفق معاه أن التحضير للنهائي سواء في الذهاب أو الإياب انعكس على الفريق وأن الفريق بالفعل يحتاج أنه يتوائم ما بين الدوري وعدم أو الخروج بأقل الخسائر في الدوري من أجل التحضير للنهائي الآسيوي ولكن لا أتفق معاه أن هذا التحضير لبطلة آسيا يسبب هذا الارتباك والفوضى في الفريق يعني أنت سألت عادل قلت له هل انعكاسات الديربي؟ هي ثقة غير مباراة لا 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 هي مش ثقة هي ارتباك وفوضى ارتباك من المدرب وفوضى من اللاعبين المدرب اتفق مع محمد الدعيع لا يمكن ما بين مباراة النصر وهذه المباراة تغير خمسة لاعبين أساسيين وين؟ تغير في أهم مركز يحتاج ثبات مش من مباراة أخرى غالبا طوال الموسم وهو خط الدفاع اليوم أنت مغير ثلاثة مدافعين فضلا عن الوسط والهجوم أضف إلى ذلك في لاعبين من القائمة الشبه الأساسية واللي يشاركون معاك في آسيا مش موجودين وبالتالي هذا ارتباك من المدرب هو خايف على البطولة الآسية وهذا حقه ومنطق والإصابات مقلقة جدا ولكن لما بتسوي التدوير هذا مش بهذه الطريقة خصوصا وإن عملية التدوير تتم في مراكز صعبة جدا يعني اليوم عبدالله الحافظ ومحمد جحفلي ما تلعب فيهم على طول من الطبيعي جدا أن يصير فيه ارتباط طيب مركز المحور أنت تبعليش كولار كنو عبدالله سلمان كل مرة اثنين مع بعض كل مرة اثنين مع بعض وبالتالي أحدث هذا ارتباط الفوضى من اللاعبين أنا كل لعيبة الهلال أنا في وجهة نظره ومثل ما أقل في لازلت أقول نجوم ولعيبة الهلال أفضل في الغالب من جميع لاعب الأندية ولكن أنا ألاحظ أن الكثير منهم يبحث عن البروز الشخصي لأن في لعبة طاغين في البروز جوميز هذا لاعب إدواردو سالم طاغين في البروز فالكل يبغى يعني اليوم شفنا نواف شفنا بحبري كلهم يبون يبرزون على السعير الشخصي وبالتالي حدثت الفوضى الفريق بحاجة إلى مراجعة الحسابات على مستوى اللاعبين وعلى مستوى المدرب والتدخل الإداري الأمير بنصور بن مشعل المشرف العام على كرة القدم في النادي الأهلي يتحدث للزميل وليد الخضير بعد مباراة الديربي لجمعة اليوم الأهلي والاتحاد شوف الخسارة واردة في أي فريق الحمد لله على كل حال إن شاء الله القادم أحسن إن شاء الله بنتناقش مع المدرب في أمور كثيرة إن شاء الله ومع اللاعبين وإن شاء الله أتوقع أن الأمور تتحسن في المباراة القادمة شكل الدش الساخن اللي أنت عطيته لللاعبين قبل المباراة جاب نتيجة والله شوف هو ما هو دش ساخن اللاعبين الحمد لله شكر الله استوعبوا كلامي وأنا ما أخفي عليك قسيت شوي وزعلت صراحة لأنه ما هو ما هو مستوى الأهلي يعني ولا هو مستوى اللاعبين اللاعبين ما شاء الله تبارك الله يعني اللاعبين مميزين وتقبلوا كلامي حتى أنه بعد الحديث تكلمت معهم ما أخفيك اجتمعت مع بعضهم بعد الحديث وقالوا أبدا بالعكس أنت نعتبرك كوالد لنا ومن حقك نحن نتقاضى رواتب وعلينا مسؤولية ومن حقك أنك أنت يعني تتكلم الكلام اللي تقول ما كان كلام يعني جارح يعني أنا قلت صراحة نريد مقاتلين اللي ما قلت قلت اللي ما عنده استعداد يقاتل لأجل الكيان ما هو مالو مكان قلت سريع في دكة الاحتياط وإن شاء الله والبديل موجود وهذا واجب عليهم أصلا يعني حتى بدون ما أقول الكلام ده لكن المراء اللي فاتت صراحة يعني امتعاضت أنا امتعاض وقو وتكلمت مع اللاعبين والحمد لله أشوف اللاعبين أول شيء إخواننا تبرز ما قلت قلت أنه الفريق يعني ما هذا ما هو يعني أنتو نجوم يعني ما احترامنا الفرق الفرق الأخرى أو هي الفرق المتوسطة لاعبنا الأهلي قيمته أو قيمة عقده تسوى فريق الكامل يعني صراحة وهذا ما يصير يعني قلت ما هو يعني ما هو الشيء اللي اللي ممكن أنتو تأدوه يعني بالشكل هذا عداة صيئة شبت المرة اللي بات فالحمد لله يعني الحقيقة شكروني والله بالعكس قالوا شكرا لك وانت ما قلت إلا الحقيقة إن شاء الله وإن شاء الله نتمنى إن شاء الله أنه اليوم الأمير بنصور عد بعد غياب لفترة عن الفريق وليد الخضير سأل الأمير بنصور وينك أو إيش سبب غيابك طي أمير أنت يعني لعبين نجوم يحتاجون قائد غيابك على أهلي في المرحلة الماضية بسبب تعبك أو بسبب شغلك أثر على الأهلي الآن تعتقد أول شيء كان عني أنا تعبت الثاني شيء كان جواز بنتي أنشغلت فيه أنا صراحة تعرف تعرف واجباتوها الأخيرة ما في شيء إن شاء الله الأمور زينة بإذن الله كيف شايف قروس والله شوف يعني قروس مدرب سبق ونحقق مع الأهلي بس لو وجهة نظر لو وجهة نظر لا كنت أتبان على بعض التغييرات يعني فهمتني لكن برضو أنا أتناقش معه ومدرب كبير ويسمع منه ونسمع منه بالطرق الودي يعني فهمت قصدي وإن شاء الله أنه يسمع منه ونسمع منه إن شاء الله ويكون الأمور زينة بإذن الله في بعض اللاعبين حتى بدي يزعلون من التغييرات للسيد قروس في بعض اللاعبين كانوا يشاركون أساسي مع محمد يقولت أنت تثني والنتائج تثني الآن ما يلعبوه مع قروس شوف طبعا أنا من عاد إنما أدخل نشؤون ندرب لكن طبعا هناقش المدرب في بعض الأمور فهمتني ونتناقش معه ونشوف وجهة نظره يعني نشوف وجهة نظره ونتناقش معه بصراحة أنا حتناقش معه طبعا أنا ما أحب بصراحة أن أصرع بالمواضيع دي لأنه هذا واجبي ونشوف إن شاء الله يعني ليش الاستبدالات وليش لوجهة نظر المدرب فهمتني يعني هو أقرب لللاعبين مننا صراحة وفي التمارين يشوف يعني أداء اللاعبين وإلى خيره بس حنتناقش معه إن شاء الله أنا بنتناقش معه أمير أنت قلت قبل وقلتها الحين إنه ما في حد كبير على الأهلي اللي أي لاعب يرفض أنه يخرج أو له ردة فعل أثناء تبديله يا يكون متعالي يا يكون مش راضي على التغيير شوف لا والله شوف أنا أقول لك صبعاً اللاهلي الكبير ما في أحد أكبر منه يعني الكيان أكبر من الجميع فهمتني وتعرف اللاعبين برضو لها أعصاب توتر فهمتني يعني تكون مباراة شد فيها فقد يخرج اللاعب عن طوره في بعض بس هنا كمان يعني الله سبحانه وتعالى يغفر صح وبنتناقش مع اللاعبين كلهم صراحة لا والله ما تكلمت معه إن شاء الله حتكلم معه أنا بإذن الله في معسكة والله إلى الآن ما نعرف أنه طلب دبي الآن ما أدري إلى الآن هو طلب بس نشوف هتناقش معه برضو في الموضوع إن شاء الله تامير بنصور بمشعل المشرف العام على كرة القدم في النادي الأهلي نروح الفاصل وبعد الفاصل يلا يا عم عشر ميداليات للسعودية بعد دورة الألعاب الخليجية النسائية بالكويت حياكم الله من جديد من مزع لك اليوم يا كثر هم المزعلينك 64% يقولون مدرب الهلال هم المزعلهم و 32% يقولون دارة الاتحاد و 4% يقولون مدرب الاتفاق والتصويت متاح على حساب البرنامج في تويتر قربنا من 32 ألف مصوت على هذا السؤال على حساب البرنامج في تويتر صالح الشيري لاعب الهلال يتحدث للزميل المساعد النمشان بعد مباراة نفتح الهلال اليوم في الأحساب في النهاية نلعب طول الدوري و 2% و 3% و 2% ندخل الهلال نلعب القاتل نلعب المزاعد و 3% و 4% و 3% و 3% و 3% سر التألق صالح من برا لن برا الحمد لله هذا توفيق من الله ودعي الواداء ما أخفيك إن شاء الله لدينا هدف كبير وهذا إن شاء الله نحقه وكل جماهير الهلال اللي تطمحه إن شاء الله نحقه لهم كابتل محمد فودا الفتح والهلال حالات تحكمية إن شاء الله طبعا برا الفتح والهلال كان الطاقم من كرواتي هيفان بيبك والحكام المساعدين وحكم رابع سعودي والحكم الفيديو أيضا من كرواتيا نذهب مباشرة للدقيقة الرابعة من زمن المباراة زمن المباراة هنا في الدقيقة 4 تم الإعلان أو احتسب الحكم المباراة ركل الجزاء بعد العودة إلى الحكم الفي آر وفعلا كانت ركل الجزاء صحيحة بعد تعمد لاعب نادي الهلال بلمس الكرة باليد وكان قرار صحيح من حكم المباراة أو أنه ساعده وحكم الفي آر بالإعلان عن ركل الجزاء لأن حكم المباراة لم يعلن عن المخالفة لو نرجع المخالفة الحكم المباراة كان قدامه أكثر من لاعب مغطي عليه زاوية الرؤية وبالتالي الفي آر ساعد الحكم بإتخاذ القرار بالإعلان عن ركل الجزاء لأنه اللاعب نادي الهلال تعمد لمس الكرة باليد اللي هو ياسر الشهراني وكان قرار صحيح من حكم المباراة ونشاهد عملية التنفيذ طبعا بالنسبة لعملية التنفيذ هذه الأسف الشديد هذه اللي جات ولم يظهر بقية اللاعبين ونذهب إلى الحالة الثانية اللي هي في الدقيقة 20 سقوط الحالة رقم 2 سقوط مهاجم نادي الهلال داخل منطقة الجزاء الحكم كان قريب لا توجد أي مخالفة على مدافع نادي الفتح لاعب نادي الهلال هو من تقدم من المدافع ليمنعه من الكرة وسقط على الأرض ولم يرتكي مدافع نادي الفتح أي مخالفة في هذه الحالة أبو فهد أكمل أستاذ عادل سمحت أنا ساعة وخمص رقائق ساكت لا لا تفضل أنا ما أتكلمت يا أبو فهد أصلا لكن شف شف يد اللاعب نرجع للحالة إذا سمحت أستاذ نرجع للحالة نرجع للحالة نرجع للحالة شوف الحالة هذه شوف يد اللاعب الفتح المدافع اليمنى وهو طالع شوفها ارجع للحالة ارجع للحالة لحظة تقدم المهاجم لحظة تقدم المهاجم ولحظة الالتحار الأقلقة لأحضر المهاجم إذا سمحت الأقلقة هذه المهاجم هو من لاحظ المهاجم جسم المهاجم في جسم المدافع ويسأل المهاجم هو منوضع يده قدام المدافع بالجنة أن يمنع من لعبة كورا ولا bitesهم بابليتهم نصب نهائيا لم تكن هناك عملية مسك نهائيا ولكن المهاجم هو منوضع يده مهاجم وبالتالي لا توجد مخالفة في هذه اللعبة عشرين من هنا تسمعني دقيقة أسفل المقاطعة هذه مش ماسك هذه دفع شوف يد مدافع الفتح بس أنت ممكن لاحظها فقط يا أبو فهد أنا لاحظت أن المهاجم هو من تقدم أمام المدافع من أجل أن يمنع عن اللعب الكرة وبالتالي سقط المهاجم والمدافع لن يرتكب أي مخالفة الحالة الثالثة في دقيقة 41 دقيقة واحد في 40 هنا في هذه الحالة الحكم كان قريب جدا وكان في عملية تحايل من مهاجم نادي الفتح الحكم ترك اللعب مستمر هذه الحالة كان يجب على حكم المباراة أن يعلن أن ركلة حرة غير مباشرة ومنح لاعب نادي الفتح بطاقة صفراء لأن اللاعب بعد السقوط لاحظ ندافع نادي الهلال لم يرتكب أي مخالفة وحاول اللاعب التحايل على حكم المباراة نلاحظ اللعبة هنا مدافع الهلال لم يرتكب أي مخالفة تجاه اللاعب لاحظ هنا عملية السقوط تحايل مفترض أنه يعلن عن ركلة حرة غير مباشرة وإندار اللاعب نادي الفتح لكن للأسف الشديد الحكم ترك اللعب مستمر وقام اللاعب واستمر في اللعب واستلم الكرة الحالة هذه كانت استوجب إندار وركلة حرة غير مباشرة هنا الدقيقة 42 الدقيقة 42 لاحظ الكرة ارتطمت بحكم المباراة نتيجة بعد التمرير من لاعب نادي الفتح هنا فيه تعديل جديد في القانون بالنسبة السابق كان الحكم جزء من الملعب لكن أو جزء من الملعب لكن الآن إنه الحكم إذا لمزت الكرة الحكم يجب عليه خاصة إذا كانت هناك فرصة لبناء هجمة فهنا على الحكم أن يوقف اللعب ويقوم بعملية إسقاط في مكان التلامس للكرة للحكم المباراة ويبعد لاعب نادي الهلال مسافة أربعة ياردة ويقوم بعملية إسقاط لصالح لاعب نادي الفتح لكن حكم المباراة لم يطبق القانون في هذه اللعبة وترك اللعب مستمر الحالة الدقيقة 91 دقيقة 91 دقيقة 91 هنا بالنسبة لحكم المباراة أعلن ركل الجزاء لصالح نادي الهلال طبعا نشاهد اللعبة الآن إن الحالة الأولى ما فيه تعمد والحالة الثانية الآن هنا عندما قام لاعب نادي الفتح هنا في صدر لاعب نادي الهلال هنا لاحظ اليد أعلى من الكتف الدراع اللاعب أعلى من الكتف وبالتالي هذه من اللمس الكرة فيه أربع حالات الحالة الأولى إذا رفع اللاعب أو ارتفع الدراع أعلى من الكتف أو إنه اللاعب كبر جسمه أو إنه اللاعب لعب الكرة متعمد باليد أو سجل هدف في مربع منافس هذه كلها يعاقب عليها بركلة حرة مباشرة وهذه المخالفة حدثت داخل منطقة الجزاء وبالتالي ركل الجزاء صحيحة تم الإعلان عنها من حكم المباراة حكم المباراة توقف اللعب ورجع للحكم الفاء أو للفيار أخذ أربع دقائق ونص الحكم منح خمسة دقائق وقت كبدل ضايع واستأنف من الدقيقة واحدة سعين استأنف الدقيقة خمسة سعين هذه مخالفة غريبة جدا يا أبو فاهد واستمر في المباراة حتى دقيقة تسعة وتسعين حتى دقيقة تسعة وتسعين وبالتالي طبق الخمسة دقائق كاملة لأن الوقت توقف من الدقيقة واحدة سعين حتى دقيقة خمسة وتسعين لتنفيذ الركلة بعد العودة هنا لا يوجد تسلل على مهاجم نادر الهلال لو من خلال الخطوط التي تم وضعها وهذه طلبنا فيها وفعلا نجحوا في وضع هذه الخطوط لا يوجد أي تسلل وهذه أهم الحالات في مباراة الفتح عادل إيش تقول كنت بسرعة بس طبعا هذه ركلة جزاء للهلال بلسبو جين حسب ما أرى هذه اللقطة قعدت خمس دقائق أربع دقائق أخذت أربع دقائق ونص بالضبط أربع دقائق ونص لأنه كان يركز كأن هناك محاولة أيوة هناك محاولة للإقناع بخلق تسلل أنت مش مهمتك لا هو اللي قاعد يصير هذا غريب جدا هو الحكم لسه أربع دقائق ونص وبالنهاية مصر فيها شيء الحكم حاولنا الحكم احتسب ركل الجزاء الصحيحة بلمسة اليد ولكن كل الوقت اللي راح كان للتأكد بعدم وجود تسلل ونلاحظ أنه الخطوط الخط الأزرق والخط الأحمر أنه لا يوجد تسلل وحارة دقيقة جدا وقفت يا مباراة وقدم ورجعوا ورجعوا وقدموا طيب يا عموما بس يا بوبادر جزية بسيطة جدا المباراة انتهت بخيرة وشرها بالنسبة له لاليين جلست مصارحة وعادة ثقة تحديدا ما بين الجهاز اليداري ورزفان ومع اللاعبين في نهاية الأمر أمامكم مباراة مهمة جدا في كاس يعني مباراة مهمة أيضا أمام أوراوة الحلول كلها لديكم ومتأكد بحول الله سبحانه وتعالى إذا ما عادت الأمور إلى نصابها سوف يعودها كما كان بحول الله تعالى فاصل أخير وبعد الفاصل رئيس هيئة الرياضة يتحقق من تجهيزات ملعب الملز قبل الافتتاح المباراة الثالثة اليوم كانت مباراة الفيحاء مع الاتفاق وانتهت بالتعادل واحد واحد من الفريقين في المجمع إلى الأمام من أجل ردة الفعن الله الله من أجل الاتفاق يا عيني يا عيني يا عيني الله على هذه الكرة على هذه الرأسية شب المحاولة تصدى مسلم ولكن حضر هزاع حضر الفزاع وسجل محمد الشيخ بشكل سريع تعليقك على لنتهجة الفيحام على الاتفاق استمرارا للنتائج المخيبة لنادل الاتفاق الاتفاق كان يحتاج إلى الفوز وليس إلى التعادل التعادل أنت قلت في المقدمة بطعم الفوز لا بطعم الخسارة عطفا على الاتفاق فنيا وعطفا على حاجة المباراة هي على أساس المباراة مقامة خارج أرضه يعني تحت هذا المعيار قلنا بطعم الفوز لا مع احترامي المباراة خارج أرضه نعم ولكن قدرات الفريقين وطموحات الفريقين وكل شيء في الفريقين حينما تلعب مع الفيحاء لازم ترجع بالثلاث نقاط خصوصا في هذا الظرف خلنا اخذ هذا الموجة السريع لأهم الأخبار الرياضية أعلنت هيئة الرياض اكتمال المرحلة الأولى من أعمال الصيانة والتأهيل في ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملاز بالعاصمة الرياض ليصبح جاهزا لإقامة المباريات عليه خلال الفترة المقبلة وذلك بمتابعة من الأمير عبدالعزيز ترك الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة الجدير بالذكر أن السادة الأمير فيصل بن فهد قد خضع لأعمال الصيانة والتجديد منذ بداية الموسم الرياضي الحالية على أن يحتضن بدءا من الأسبوع المقبل المباريات الرسمية المقامة تحت مضلة الاتحاد السعودي لكرة القدم أنهت المنتخبات السعودية مشاركتها في الدورة السادسة لرياضة المرأة بدول مجلس التعاون الخليجي والتي اختتمت بالكويت أمس الأربع بتحقيق عشر ميداليات متنوعة ذهبيتان وفضيتان وست برونزية وجاءت الميداليات السعودية عبر منتخب المبارزة الذي فاز بذهبيتين وفضية واحدة فيما نالت تايكواندو فضيتين برونزية وفضية ومثلها برونزية لألعاب القوى وفضيتين لألعاب القوى لذوي الإعاقة فيما حصل أخضر كرة القدم للصلاة على المركز الثالث بالمسابقة شارك صباح اليوم عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ورئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهرية نزيها النصر في الاجتماع الأول للجنة المسؤولية الاجتماعية للاتحاد الأساوي لكرة القدم في كوالا لنبورا وصادقة اللجنة في اجتماعها على مشاريع في كمبوديا ومنغوليا والعراق كما اطلع عضاء اللجنة على تقارير حول العمل الجاري في بنغلاديش وكمبوديا والصين وقوام واليابان ومنغوليا ونيبال وفلسطين والإمارات قررت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكلث القدم نقل مباراة فريقي عفيف والنص في كأس خدم الحرمين الشريفين إلى ملعب مدينة المجمعة الرياضية بدلا من إقامة على ملعب نادي الدرع بالدوادمي يوم السبت التاسع من نوفمبر القادم وذلك بسبب عدم توفر متطلبات الامن والسلامة في ملعب نادي الدرع كما قررت لجنة نقل مواجهة فريقي طبرج والشباب ضمن كأس خدم الحرمين الشريفين من ملعب العروبة بالجوف إلى ملعب جامعة الجوف يوم الثالث عشر من نوفمبر القادم وذلك لعدم جاهزية ملعب العروبة بسبب عدم الانتهاء من فتة الزراعة الشتوية تلاحق المواد ووقت مضغوط أنمار الحالي رئيس نادي الاتحاد تحدث أخيرا بخسارة فريقة اليوم للأهلي فماذا قال؟ مشكلتنا فنية بحتة نحتاج لتفعيل العنصر الأجنبي اللي يساعد ويخدم نادر الاتحاد بشكل كبير عندنا عنصر محلي ولله الحمد بدليل استقطابات الموجودة الآن في المنتخب العنصر الأجنبي مميز ولكن يحتاج للتدعيم نحن في كل مباراة تقريبا نلعب بثلاثة أربعة أجانب هذه طبعا تندرج تحت الأخطاء لدارية أنك أنت حطيت أو حطيت كان كل شيء بزمام المدرب مدرب طبعا فقط صوابه خلنا نقول وصار اللي صار فكان لازم لابد وضع حد لهذا الشيء أنا عندي رسالة الحقيقة ودي أني أوجهها لجماهير نادر الاتحاد لمحبين نادر الاتحاد لرجالات نادر الاتحاد للإعلام النزيه الحر الشريف إلا نحن من نكفل قلمه بدفاعه عن نادر الاتحاد ومهم نادر الاتحاد إذا كان لك اختلاف مع إدارة أو شخص أو أي شيء كان أتمنى منك الآن تجنبوا أتمنى منكم الآن دعم الجميع ترى أنا بالحالي بالاتحاد ما في أي شخص الآن أو أنا ومجلس إدارتي كاملين وأتمنى أنكم أنتم ما تخلونا نسير وحيداً الكلام اللي أنا قلته في بداية المطاف أني أعد في خلال ثمانية أسابيع لأن أنا أكون متحرر أنا الآن ما أنا متحرر أني أقدر أعدل بعض الأمور وذلك لجاءت الموضوع لأمور الفنية ولكن أعدهم إن شاء الله بتصحيح الأمور لن يأتي جهاز تدريبي إلا برضى إن شاء الله الجميع لن يأتي لاعبين لن يقدموا شيء كبير للاتحاد سنختارهم بعناية محبين الاتحاد إعلاميين الاتحاد أي شخص من يرى في نفسه الكفاءة أو الخلل الإداري أو الفني يلا يتأبوابنا مفتوحة يلا تتفضل النادي ويساعدنا أنا واحد من الجمهور والله العظيم أقسم بأيات الله العلي العظيم لم أصدر هذا الأمر ولم يأتي في بالي وأنا من بداية الموسم ما جلست أصلاً بالبوكسات ولا أحب البوكسات أنا دائماً موجود مع اللاعبين وفي بعض المباريات اللي يسمح ليها بكون موجود في الدكة كنت فيها موجود في الدكة إذا جبت لي صورة واحدة هذا الموسم أنا في البوكس فأنا أكون السبب في هذا الشيء كأكيد لا ما توفقنا في شطة ثانية شفت فرصة ريمورينو شفت بعض الفرص ما توفقنا فيها وصلنا للمرأ بشكل كبير ولكن هم وفقوا في نعلمات الجنة شريس في لاعب يقول لك أنا إحنا دخلنا المرأة ما إحنا مركزين كيف ديربي ولاعب محترف كريم الأحمد يقول إحنا دخلنا المرأة ما أعرف من أي ناحية ما هم مركزين أنت كعمل إدارة أنت تهيأ الأجواء الإدارية مناسبة أنا أقول لك شيء تهيأ الأجواء الإدارية مناسبة تعطي الناس حقوقها لكن في نات المطاف الأمور الفنية والملعب أنا ما أقدر أدخل فيه لا أنا كرئيس ولا أنا أملك من ذلك الخبرة أني أنا أنزل لاعب أو أطلع لاعب بكل مصداقية هذا مو بشي شخص هل ما أوفر معسكر هل ما أوفرت مقدمات عقود هل ما أوفرت مرتبات هنا يكون خلل إداري عمل كبير جدا موجود لله الحمد واضح لو ما في سيولا ما كانا استقطبنا بعض اللاعبين الموجودين الآن وعندي نقطة بعد أحب نظيفة للأسف ساعتني أنا في لقاء تلفزيوني طلعتك بالفترة معكم وفهم كلامي أو حور كلامي بالنسبة لإسقاط على الإدارة السابقة أنا لم أسقط على إدارة أستاذ لوي ناظر أنا كنت أحب أني أنا هدي سياستي أحب أني أكون أضع المشجع بكل الصورة الآن نحن في وضع صعب تكلمت وقلت إيش الشيء اللي قدم وأنا كنت أقصد ماذا قدم من الناحية المادية ولا مقصد الإساءة له ولا عمله لكن أنا المشاكل اللي كانت موجودة بالنسبة لي من الناحية المالية لأنه كثير يسأل عن موضوع الدعم عن موضوع الدعم نحتاج دعم الجمهور نحتاج دعم المحبين نحتاج دعم جلات الاتحاد حتى نقدر نغطي هذه المبالغ المالية بموضوع الإعلامين والذي أثير وحور بشكل كبير وأنا سائعني ذلك الموضوع الإعلام الإتحاد الإعلام نزيح إعلام الإتحاد الإعلام حر أنا ذكري لثلاثة أشخاص لأنهم دخلاء على نادي الاتحاد وللأسف يتكلمون بنادي الاتحاد وأرسلت ما يثبت ذلك للإتحاد الإعلام الرياضي وإن شاء الله أنهم الآن بإجراءاتهم هم بالطريقة إذا كان فيهم شخص أو شخصين يحمل العضوية تسحب منهم ولكن لا يمكن لشخص في ناس تكتب بعمري أنا بنادي الاتحاد عشان أكون صادق وأحفظ لهم كرامتهم وأحفظ لهم حقوقهم وتكلمت وغرت بعد ذلك من حساب وتويتر لكن للأسف بعض خلنا نقول الحملات أو شيء اللي كانت سيئة أخذت التصريح في منحنة آخر إيش أكثر شيء ندمان عليه إني سلمت سيارة إني بقيت سيارة أصلا شكرا لكم أخذ تعليقات سريعة من ضيوفي محمد الشيخ بصراحة أنا حيي أنمار على شجاعته نختلف نتفق معاه في ظل هالظرف أغلب الرؤساء ما يواجهون أنمار واجه شخص الخلل لكن الخلل أكبر من الكلام اللي يقوله أنمار يحتاج إلى انقلاب في الاتحاد أحيي أنمار عادل التوجري أعتقد أن يرتكب كالثة باعترافه باستمرار سييرة رمو اختلافي معه ولكن هو باللسانه الآن أنمار يقول أنا تندمت وهذه كالثة أنت تتحملها أولا تصريحك اللي كان في الدوري مع وليد كان كالثة ثانية ثالثا أحد الأسل يقولك أنت في البوكس ما أنا في البوكس وجوه اللاعب لا لا أنت رئيس نادي جلوسك مع اللاعبين تحت فوق هذا أمر لا لا هو يقصد عشان أنه فيه تم تفريغ أحد المدرجات عشان لا يكون جنب البوكس اللي كان يعتقدون الإدارة تقعد فيه لا لا أقصد أنه أنت فينات الأمر حتى يعني بغض نضع عن هذا الجانب الإدارة ما لا دخلت رجز فوق ولا تحت يعني فينات الأمر الأمور الفنية هو يتحدث ثم يرجع يقول لك أنا ما يدخل بالأمور الفنية ثم يرجع يقول لك القادم إن شاء الله حيكون في تعزيز السؤال بس دقيقة يبو بدر السؤال هل سترتكب الإدارة الاتحادية أيضا كوارث مالية لاحقا وإلا ستتعامل بمبدأ هادئ جدا وتعيد حسابات الاتحاد لأكبر وأبعد من كون فقط في موسم وإلا في موسمين أو ذلعبين حامد البلول أبو بدر بالنسبة لأن ما أعرف تصريح هذا يعني شخص المشكلة وأنا بالنسبة لي أقول له أنا أتمنى أنك تشتغل لحالك يعني الحالك إذا خدت القرار لحالك أنت هتلقى ناس يساعدونك اعترافك بالأخطاء بوجود الأخطاء صدقني هذا هنا الحل أنت اليوم عرفت الحل وعرفت المشكلة أتمنى أنك تشتغل لحالك وتجيب ناس ثقات معك الاتحاد غني برجالك صدقني يا أنمار ما أحد بيجيك إلا إذا أنت رح وطلبت من الناس الاستشارة الاتحاد غني وكل الاتحادين هايقفهم معك إلا إذا أنت وثق فاللي ما يستحق عبدالفتاح عسيري يتحدث بعد مباراة اليوم نادي الأهلية هاردل أخونا في نادي الأتعاد الحمد لله مباراة اليوم كنا محتاجين الثلاثة نقاط وتعرف الديربي دائما صعب همشي الحمد أفزنا والحمد لله أخذنا الثلاثة نقاط بالأرقام يعتبر عبدالفتاح أسيري من أفضل اللاعبين في المباراة الحمد لله هذا المفروض يكون عليه وإن شاء الله للأحسن إن شاء الله شوفنا من يوم ما جاء قرص عبدالفتاح يرجع مع الضهير يساند يرجع ياخذ كورة يطلع قدام والله هذه طلبات المدرب وبالعكس أنا مرتاح بالطريقة دي وإن شاء الله أدي أحسن وأحسن شوفنا الأهلي بعدين تصار يوم متعثر هلال قرب من المنافسة صار الدوري قريب والله الدوري لسه يعني ما بن من بطل الدوري ولسه في ممكن واحد وعشرين جولة توقع الحكم بدري يقولون إيه ومرة بدري يعني الفرق كام ثلاثة نقاط واربع نقاط فلسه هم شي نحن نشتغل وما نفكر يعني ما نقعد نتفرج نخسر ونتمنى الفريق الثاني يخسر وكل بيدك وإن شاء الله الدوري لسه في الملاح لسه الأهلي مرة فوق ومرة تحد والله ما قدر أفيدك بشي ذا بس أوقت ترى ظروف مباريات أوقت تغير أوقت إيه بس نبغت الشي ذا في الملعب إن شاء الله يعني الشي ذا نبغيبان في الملعب ما نبغى نتكلم ألا أهلي أسماء وفلان القورة دا حين ما تعرف لا أهلي اسم فريق صغير وفريق كبير تلاقي فريق صغير يجب فريق كبير فما عد فيه فريق كبير هو فريق صغير دا حين فيها وعطاه في الملعب اللي يعطيه اللي يستاهل الفصل هل هناك لاعبين كاسم فوق وفي الأداء الملعب لا فيه كثير والله عشان كي أقول لكم ما هي بالأسماء لهو بالأسماء كان الفرق الصغير ما تفوز على الفرق الكبير شو فيه كلام كثير في تويتر يقولون موسلم حياني عندما كان مدير فريق في النادي الأهلي من أكثر الناس اللي كانوا يحربون عبد الفتاح عسيري فيه كلام نقول لك لا إنه كان من أكثر الناس اللي كان يحبهم عبد الفتاح والله بتسألني أنا بقول لك يعني كلام الناس الناس تقول لك أنت عايش الواقع عشان كذا أنا ما حقعد أرد على فلان ورد على ذا كابتن موسى بالعكس يعني ما قيت شفت وان حاربني وكابتن موسى ظالمك ما كان شديد معك ما كان يحاربك لا والله بالعكس يعني من الناس اللي وقفت معاها مستحيل أنكر لأي شخص ووقف معايا ونكر أنه في يوم من اليوم وقف معا فكابتن موسى بداية الأول ما جاء يعني يعني لح علي حتى في العملية يعني صر أني لازم أسوي العملية اللي في العضلات أسفل البطن فهو من الناس اللي لح وخلاني أسافر ألمانيا ومن إجازتي أخذ الله يسامح أخذ من إجازتي وخلاني أسوي العملية ورح تعديت في دبي بعد اللي حكت النادي في النمسك ونام أسكري ووقف معايا في أشياء فمستحيل أن نكرله الشيء ذا وإن شاء الله أشوفه من أحسن لأحسن الله عافية انتهى وقت يأخذ تعليق أخير من موسى المحياني أنا أول شيء بهني عبدالفتاح وشام السوات اللي قدمها في فترة أخيرة بالنسبة للإنشاعات والكلام اللي اللي يدور في تويتر أنا تعوت يعني خلاص الإنشاعات هذه يعني كثرت في تويتر وأنا عارف من الزمن كثير أني أكشفها لو فيه واحد يسأل ويبدوره ويبغى يتأكد من معلومة ليفهم أو ليتأكد ما في مشكلة لكن اللي يسألك حقداً أو حسداً أو جهلاً فمستحيل تقنعه لذلك يترك الزمن كفيل وأنا أهني عبدالفتاح عبدالفتاح ولا دصل وهذا شيء يعني مدام أنه صرح يعني مباشرة بعد ما طلعت هذه الشعاعات اتصل فيه وكلمني وقلت له لا تشيل هم لها لكن مدام أنه تكلم بيها في النهاية عبدالفتاح وغيره ينسون ونأي شاعة تطلع عن موسى أنا ما عندي مشكلة انتهى وقتنا شكراً لك موسى بحياني شكراً لك أوبادر أعطيك العافية شكراً لك عادل التوجري شكراً لك أوبادر دائما تحدثت رأى أكثر من مرة أنه الموسم لا زال في بدايات وما زال في البدايات حتى الآن الحلول في الهلال تحديداً تبدأ الآن على الأقل من رازفان وتبدأ أيضاً من اللاعبين والإدارة في الحديث مع رازفان حول هذه الأخطاء الحديث والنقاش لا يعني التصفية مش معناته بكرة عقدوا في نهاية الأمر عليكم أن تلتموا في مثل هذه التوقيت المهم جداً للهلال شكراً لك محمد البلوي أعطيك العافية الله أعطيك العافية أوبادر بس طول الراحة للفريق ترى لو أن تتفكر في نهاية آسيا وطول الراحة كله عن أسبوعين ترى هذا يتأثر على الفريق طيب أحمد الشيخ شكراً لك أبو بدر شكراً لك في بداية البرنامج سأل واحد من كبير رياض من كبير جدة وفق المعايير الجماهيرية والبطولات الهلال كبير رياض الاتحاد كبير جدة الاتفاق كبير الشرقية بالنتيجة دي كلها الهلال كبير آسيا وبالتالي هو كبير السعودية يا أطيك العافية شكراً لك محمد الشيخ يظل هذا رأيي لأستاذ محمد شكراً لك أبو كابتل محمد فوجة بتحكيم زعلان منك لا لا ما عليش اليوم مشي ليها لا لا مشيها إيش شكراً لكم بكراً موعد آخر الدوري مع وليد تمسوا على خير وشكراً لإدارة SBC اللي تحملت اللي معطيتنا شوي وقت شكراً لخير اشتركوا في القناة